اشتركوا في القناة وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين مما ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله العلم وديعة الله في أرضه والعلماء أمناؤه عليه فمن عمل بعلمه أدى أمانته ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الخائنين كل بيئة علمية يكون لها أثرها الخاص على حركة العلم والمعرفة ليش؟ لأن لكل بيئة خصائص فإذا كثرت البيئات العلمية أصبحت الحركة العلمية حركة نشطة ومنتجة وكثيرة الإبداع أما إذا تم الاقتصار على بيئة علمية واحدة هذا يؤدي إلى جمود الحركة العلمية ولهذا نجد على المستوى الإنساني وعلى المستوى العالمي في مختلف الأبعاد بيئات تتشكل بعض الأحيان في البلد الواحدة بيئات تتشكل بعض الأحيان في الدول ولهذا تجد هناك فرز بين الفلسفة اليابانية والفلسفة الألمانية والفلسفة الأمريكية مثلا والفلسفة الفرنسية هناك فرق ليش لأن البيئة تخلق يكون لها خصائص معينة فتولد نوع معين من الأفكار ولهذا عرف في التاريخ الفلسفي والتاريخ العلمي أيضا حلقة فيينة حلقة فيينة معروفة من الحلقات مجموعة من العلماء كان لهم طابع خاص نوع خاص شكلوا لهم حلقة علمية أفرز نوع معين من العلوم هذه البيئة كان لها ظلال على بيئات أخرى لكن البيئات الأخرى لم تتوقف عند حلقة فيينة وإنما توالدت الكثير من البيئات هذا اللي حرك عجلة العلم الحديث أيضا حتى عندنا نحن في التاريخ الفقهي والتاريخ الروائي والتاريخ العقدي أيضا عندنا بيئات بيئة بغداد بيئة كانت مختلفة عن بيئة قم بيئة قم كان لها نمط معين من العطاء بينما بيئة بغداد كان لها نمط آخر ولهذا الشيخ الصدوق كان في بيئة قم فولد نوع من الأفكار تأثرا بطبيعة البيئة التي يعيشها لا أبدا يكون لها ظلالها أبوه الصدوق الأول أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد ها وما أفرز هذا الجو وقبله كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي والأشاعر المعروفين بينما بغداد كان لها بيئة مختلفة لذلك جاء الشيخ المفيد من بيئة بغداد وكتب كتابا تصحيح لعقائد الشيخ الصدوق يعني بيئة بغداد نقدت بيئة قم في ذاك اليوم بيئات مختلفة شوفوا لاحظوا حتى الآن احنا في زماننا بيئات ها كل بيئة الطبيعة النفسية تأثر فيها الظروف الموضوعية تأثر فيها ولهذا تجد الآن مثلا بيئة قم تعطي نوع معين من الفكر من التشريعات من العقائد بينما بيئة النجف الأشرف تعطي نوع آخر بيئة كربلاء تعطي شيء آخر صن مختلف حتى عن بيئة النجف ولهذا عرف اساسا في التاريخ الحديث ان النموط التفكير العقائدي والفقه في كربلاء في جانب وما ولدته النجف في جانب آخر نوع البيئة لها أثر كبير جدا على حركة العطاء العلمي ولاحظنا الآن احنا في السنوات المتأخرة كيف النبي لبنان أعطت أفق آخر في البحث العقدي والبحث التشريعي إلى درجة ربما اساسا ما كانت هنا قابلية لهضم واستيعاب ما أفرزته بيئة لبنان ليش لأن بيئة لها خصائصها المختلفة عن البيئات الأخرى لذلك حتى في القديم جبل العامل كان له عطاء مختلف عن المناطق الأخرى التفكير كان مختلف في جبل العامل الشهيد الأول والشهيد الثاني وابن الشهيد الثاني صاحب المعالم كان لهم نمط معين مختلف عن البيئات الأخرى الشيعية أنا إذن وهذا طبعا لا تكلم من بوع الطائفي هنا الشيعية ولا السنية ولا الإسلامية ولا غيرها قل عموما البيئة لها أثر كبير جدا على حركة الفكر الشاهد هنا لو اقتصرنا على بيئة واحدة فقط هذا يؤدي إلى تكلس العلوم إلى جمود العلم إنما تتحرك عجلة العلم إذا اختلفت البيئات وتكاثرت البيئات يعني لاحظوا نحن الآن على المستوى الشيعي مثلا على مستوى العقاد الشيعية على مستوى التشريع الشيعي مثلا يعني الإسلامي لو كان عندنا عشر بيئات وكل بيئة لها مميزاتها هذا شو يؤدي هذا يؤدي إلى تداخل إلى نوع من إن صح التعبير لا أقول التصادهم إلى ما تولده البيئات هذا نتيجته شنو إن تعاطينا معه بروح صراع وروح سلبية سيؤدي إلى تكسر كل يعني النتائج العلمية أم إذا تعاطينا معه بشكل إيجابي هذا يؤدي إلى نمو وتصاعد الحركة العلمية هذا مهم جدا الشاهد ما الذي يولد البيئة يعني كيف تتولد بيئة علمية شلون بأمور ثلاثة تتولد بيئة علمية أولا الاختصاص العلمي اللي يولد بيئة علمية أولا الاختصاص العلمي بحسب ما يعرف من مراجعة ومراقبة حركة العلم على المستوى الإنساني قديما وحديثا وعلى المستوى الديني قديما وحديثا الاختصاص العلمي. يعني ما الذي جعل جبل العامل صير لبيئة خاصة لان كان فيه مختصون. كالشهيد الاول والشهيد الثاني مثلا. ما الذي جعل من منطقة الكذائية صير لها بيئة معينة. قم ما كانت يوم من الايام اصلا بيئة علمية. الذي صنع البيئة العلمية في قوم الشيخ عبد الكريم الحائري. ما الذي جعل منها بيئة علمية لان جاء الشيخ عبد الكريم الحائري رجل صاحب اختصاص علمي خاص وانتج هناك وزرع هناك نوات وهي نوات الحوزة كانت. ما الذي جعل النجف بيئة? ما الذي جعل قم? ما الذي جعل كربلا بيئة? ما الذي جعل على على جعل مشهد بيئة مثلا يعني? شنو اللي جعل منها بيئات? يوم من الايام كيف كانت البحرين بيئة علمية متقدمة? لان كان فيها الشيخ يوسف البحراني وكان فيها الشيخ حسين العصفور. ما الذي جعل اليوم من الايام هذه المنطقة المنطقة الشرقية بيئة علمية راقية لان كان فيها علماء كبار مختصون كشيخ ابو الحسن الخنيزي والجشي وبو عبد الكريم وغيرهم من العلماء الذين كان لهم اختصاصات علمية. الاختصاص العلمي بطبيعته يجعل لمنطقة معينة خصائص علمية معينة. هذا واحد اثنين اثنين الثقة بالقدرة الابداعية. قد يكون في بيئات معينة علماء مختصون لنفترض مثلا في الاحساء مثلا لنفترض ان فيها علماء ولا شك ان فيها علماء ومجتهدين عبر التاريخ و الى الان. ها? ولا شك انها بيئة وحاضنة علمية مهمة جدا. مثلا نقول الاحساء لا سبب المثال اعطي الاحساء او القطيف او 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 لبنان او النجف او اي منطقة مناطق. ما الذي يجعلها بيئة? اذا كان المختصون يثقون بقدراتهم. و الا قد يكون هناك الكثير من المختصين لكن ما عندهم ثقة بقدراتهم. دائما انظروا لانفوسهم نظرة فيها نوع من التقزيم للذات وعدم القناعة بالذات والاعجاب بالاخرين فقط. هذا ما يجعلها البيئة هذه بيئة مولدة للعلوم. تكون دائما بيئة ضعيفة. لا لابد ان يكون هناك انا لا اقول الغرور. لكن لابد ان يأخذ العالم مكانه من العطاء العلمي وذلك بالثقة بقدراته. كثير من الاحيان ترى الانسان تكون لديه قدرات هائلة لكن هو للان ما واثق بنفسه. ما واثق انه وصل الى الى مرحلة العطاء العلمي. ولا يوجد احد لا يوجد احد يزرع فيه هذه الثقة. بل البيئة كلها تحطمه. كأن نقول احنا ما عدنا علماء احنا ما عدنا مشتهدين. احنا ما عدنا كفاءات غيرنا عنده. هذا الحس يزرع حالة الدونية في المجتمعات ويحطم الثقة بالذات. قد قطع. اولا اختصاص. ثانيا ثقة بالقدرات. ثالثا مزاولة الابداعة وعدم التبعية. يعني ان تنبر المنطقة هذه ها لتحريك عجلة الابداعة. تقدم قراءاتها تقدم علومها تقدم معارفها ها تنشرها على على المستوى الاقليمي على المستوى الدولي بثقة تامة وتتعرض لحركة الابداعة. هذا شيئا فشيئا يولد بيئة لها خصائصها ومميزاتها وابداعاتها وعطاءاتها. حتى لا اوطيل عليكم. شاهد كلامي ما هو? شاهد كلامي وهذا انا اعتقده. الان المنطقة الشرقية من الاحساء الى القطيف. الان اصبحت على مر السنين بيئة علمية لها خصائصها. يوم من الايام لعلها كانت في باكورة عطاءاتها. لكن اليوم خلاص اصبحت بيئة علمية نشطة. الكل يشهد لها بهذا الشيء. بقي هي تعتقد بذاتها انها وصلت. ليش اصبحت بيئة نشطة? اولا بفعل النشاط العلمي الدؤوب. الان على مدى قرابة اربعين سنة عندنا شريحة هائلة من العلماء المتفرغين للبحث العلمي. على مدى اربعين سنة اربعين سنة من النشاط العلمي الدؤوب. هذا النشاط ولد الكثير من الكفاءات. يوم من الايام كنا نتكلم ونقول لا بد ان يكون عندنا خطباء. لا بد ان يكون عندنا مجتهدين. الان البلد من الاحساء الى القطيفة الان تعج بالكفاءات الاجتهادية الان. نعم. احسنت. الان تمتلئ بالكفاءات الاجتهادية. بالعشرات يوجد من المجتهدين الان في هذه المنطقة. طيب? هذا على المستوى الديني. المستوى العلوم الدينية. على مستوى العلوم الاخرى يوم من الايام ننظر نبحث عن واحد يحمل شهادة الدكتوراه. الان اغلب الشباب اما يحملون شهادة الدكتوراه او في طريق تحصيلهم لشهادة الدكتوراه. الان صار صار صارت له شهادة البكالوريوس كشهادة الان المتوسط في في الماضي او شهادة الاعدادية الان. الان ما يتفاخر واحد يجي يقول انا عندي بكالوريوس. عادي الان بكالوريوس. حتى الماستر يوم من اليوم لما نقوله ماستر يعني يعتبر نظر الشيء. الان ماستر مو شيء. اذا ما يحمل درجة الدكتوراه وبدأه ومستوى ايضا متقدم. وعند ايضا ابداعاته الخاصة وعطاءاته الخاصة. ها الان ما ياخذ حي لا ياخذ حيزه الحقيقي. ليش? لان البلد الان امتلعت على مستوى الجنسين. كثير من الناس الذين نتكلم معهما الان اما يقول بنتي او ولدي حصل الدكتوراه او قريب يحصلها او تو الان قبل على اساس الان اغلب الذين نتكلم معهم يتكلمون معنا بهذه الطريقة. انا اعتقد من الان الى اربع خمس سنين البلد الاف من حملة الدكتوراه ستمتلع بهم. البلد ستمتلب بالاف من حملة شهادة الدكتوراه. والاستاذية البروفيسور. فالان البلد امتلأت الان بالكفاءات الاختصاصية. فالان لا يقال انه والله ما عندنا. لا خلاص البلد تحولت. اولا بفعل هالنشاط العلمي الدؤوب. ثانيا بفعل التجارب العلمية. سابقا ما قال احنا عندنا تجارب علمية. صحيح. لكن الان على مدى اربعين سنة تجارب علمية هائلة حصلت اساسا. واصبحت البلد مثل ما تقدم الفضل الاستاذ. الان صارت تصدر العطاء العلمي. ما الذي يبقي? الذي يبقي? الان ما الذي ينبغي ان يحصل? بعد ان وصلنا الى هالنتيجة ما الذي ينبغي ان يحصل? اولا تجنب التبعية. لا بد من تجنب التبعية لا. يعني شنو? احنا لا نقول بانه الانسان نبغي ان ينفصل على العالم الاسلامي وينفصل على العالم الشيعي. الان جاء اليوم الذي لا نقول فيه. الله فلان قال لانا ما طالع برا وانهلا قال. اهني عندي من هو من الاقول من تكلم بناء على هذه البيئة العلمية. شوف في زمن من لازمنا. اه النفخ كله يكون لاسماء من الخارج. واهلا ومرحبا بتلك الاسماء. ما عندنا احنا اشكال على هذا الموضوع. بل هم من يشجع اساسا على تحرك هذه البيئة العلمية. لكن الكلام الان الكرة في ملعبنا. لا بد ان نتجنب التبعية. في كل شيء. في فهمنا للتشريع. في فهمنا للعقائد. في فهمنا لوظيفتنا ودورنا المحلي. لا نستورد رأيا في مثل هذه الامور. ما الذي علينا ان نفعل? لازم نروح ندور واحد برا واش يقول لنا? حتى نجي نفعل? لا 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 لا. هذا كزمان انتهى وانقرض. مجرد سماع يعني الان لما نسمع رأينا برا نسمع. كنا نسمع نشرح خبرية بس. وان لا نحن بقولنا نفكر في وظيفتنا المحلية. ها? لا يملع علينا رأي في العقائد ولا رأي في التشريع ولا رأي في الوظيفة العملية. جيد. تداخل في الافكار والتشاور زين. مو اكثر من هذا. وانا اقصد من هذا. اذا يفتوني يوم من الايام جلست في هذا المكان ولقي كلمة. انا لا امثل. لا اترجم رأي غيري من الخارج. ولهذا من حق كل شخص يسأني عن دليلي في الفكرة. لا تتصور اجهني فقط اقول بانه اطرح فكرة في اي بحث لا في العقائد ولا في التشريع ولا في الوظيفة المحلية استجابة لكلمة سمعتها من الخارج. وانما نحن نصنع افكارنا هنا في هذا المكان. ننظر الى خصائص هذه البيئة ماذا تعطي. ولكن لا ننقطع عن التشاور عن التداخل عن بحيث التداخل لا يكون بالاصغاء. وانما بالحوار. ويعطى الرأي المقابل في مقابل ما نسمع. هذا ضروري جدا لا. لابد كل علماء المنطقة الذين تأهلوا لهذا الامر يصارح المجتمع بهذا الموضوع. اننا اليوم لا نمثل كلمات لغيرنا. هذا واحد. اثنين. صناعة الابداع. اولا تجنب التبعية. ثانيا صناعة الابداع. اختم بها. يعني شنو صناعة الابداع. يعني لابد ان نزاول عملية الابداع. شلون؟ اولا بمزاولة التحقيق. لازم نحقق في الافكار كل ما وصلنا الان لابد ان نخضعه للتحقيق. بتقديم قراءات جديدة في الحقل العلمي. كل ما وصلنا لابد ان يحقق ثم لابد ان نعطي قراءات جديدة. قراءات جديدة تتناسب مع البيئة العلمية اللي وصلنا اليها حتى الان. ثالثا بتقديم علاجات جديدة لمشاكل علمية قديمة وحديثة. كثير موجودة مشاكل علمية في البحث. طيب. وهناك علاجات لابد ان هالبيئة هذه تفرز علاجات جديدة تكون نتيجة لطبيعة العقلية التي تولدت هنا. العقلية التي مزجت بين مختلف المدارس على المستوى الشيعي والمستوى الاسلامي والمستوى الانساني. وربطت بين البحث الحوزة وبالبحث الاكاديمي. لان هذه لها نمط خاص من التفكير. ولهذا اقول في البحث العقدي لابد ان تكون لنا قراءة جديدة. كيف نقرأ الامامة اليوم نحن اليوم? كيف نقرأ العصم احنا اليوم? كيف نقرأ الولايات التكوينية نحن اليوم? في التشريع. كيف نقرأ بحث البيع? كيف نقرأ بحث الرباء? مثلا. كيف نقرأ بحث الاجارة? مثلا. كل هذه المسائل المشاكل العلمية المستحدثة الان. الفكرة النظرية المهدوية مثلا. كيف نقدمها نحن الان? لابد ان يكون عندنا مزاولة ممارسة. مبنية على التحقيق. ها? ومبنية على الرغبة في تقديم رؤية ابداعية. لابد ان يمارس العالم دوره بهذه الكيفية. انا اقول هذه البلاد الحمد لله رب العالمين الان تولدت فيها بيئة علمية لها خصائصها. ولابد ان تمارس ابداعها في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وإياكم لكل خير. ايوة. ايوة. انه انه. اي. ايوة. 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 تقصد. تقصد. انه العمل فردي. ايوة. ما في شغل جماعي. صحيح. صحيح. احسنت. يعني نحن نحتاج الآن أن نشكل عمل جماعي يعني فرق علمية أو فريق علمي يهتم بتقديم إبداعات علمية صحيح هذا الكلام أحسنتم ملاحظة جميلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة